السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى ورحمة الله وبركاته هنا نتكلم على درس الجديد في مادة الرياضيات وهو درس الترتيب والعمليات للسنة الثالثة اعدادي هذا الدرس نذهب الى الفقر الاولى او الخاصية الاولى مقارنة عددين حقيقيين لمقارنة عددين حقيقيين A و B نحدد اشارة الفرق بينهما اذا علينا ان اخذ قاعدة عامة دائما اذا اردنا ان نقارن عددين كيفما كان حالهما ونمنع لمقيمتهما نحدد اشارتهما علينا ان تحدد اشارتهما اذا كان اذا كان او نأخذ الفرق بينهما نحسب الفرق بينهما اذا كان الفرق بينهما اكبر خارجه اكبر من صفر فان الاول العدد الاول اكبر من العدد تاني واذا كان خارجهما اصغر من صفر او الخارج سالب فان الاول اصغر من تاني مثال عشرة ناقص خمسة تساوي خمسة اذا الخارج موجب اذا الاول اكبر من تاني خمسة ناقص عشرة تساوي ناقص خمسة اذا الاول اصغر من تاني هذه هي القاعدة اذا نأخذ اذا كما قلنا لمقارنة عددين نأخذ الفرق بينهما اذا اذا كان ع ناقص بي اكبر من او يساوي صفر فان ع اكبر من بي لان خارج ع ناقص بي موجب اكبر من صفر فان الاول اكبر من تاني والخاصية التانية او الحالة التانية اذا كان خارج ع ناقص بي اذا كان خارج ع ناقص بي اصغر من صفر فان الاول اصغر من تاني فان ع اصغر من او يساوي بي مثال لنقارن 3 على 7 وتسعة دائما لمقارنة عددين كسريين علينا أن نوحد المقامات لمقارنة عددين صحيحين الأمر بسيط ولكن لمقارنة عددين كسريين أو جدريين نوحد المقامات هنا لنقارن 3 على 7 وتسعة نحسب الفرق بينهما نحسب الفرق بين 3 على 7 وتسعة 3 على 7 ناقص 9 تساوي 3 على 7 ونوحد مقامات تساوي 9 على 7 تساوي 9 في 7 على 7 إذن تساوي 3 على 7 ناقص 3 على 7 تساوي ناقص 60 على 7 إذن الخارج سالب فإن الأول أصغر من الثاني على حسب القاعدة إذا كان الخارج موجب فإن الأول أكبر من الثاني وبما أن الخارج يساوي ناقص 60 على 7 أفوا بما أن الخارج يساوي ناقص 60 على 7 فإن 3 على 7 أصغر من تسعة ها هي إذن 3 على 7 ناقص 9 أصغر من سفر ومنه 3 على 7 أصغر من تسعة هنا نذهب إلى الترتيب والعمليات عندنا M و K و B و A أعداد حقيقية إذا كان A أصغر من أو يساوي B فإن A زائد K أصغر من أو يساوي B زائد K هذا يسمى بالتأطير نأخذ عدد أصغر من عدد أو عدد أكبر من عدد ونضيف نفس العدد في الجهة اليمنى ونفس العدد في الجهة الأسرة فيبقى نفس الترتيب ويبقى نفس الخارج أو نفس العملية مثال 10 أصغر من 5 10 زائد 3 أصغر من 5 زائد 3 10 زائد 7 أصغر من 5 زائد 7 يبقى نفس الأمر عندنا حالة الثانية إذا كان A أصغر من B فإن A ناقص K أصغر من B ناقص K نفس الإشكال أو نفس الطريقة 10 ناقص 5 10 أصغر من 5 فإن 10 ناقص 3 أصغر من 5 ناقص 3 10 ناقص 7 أصغر من 5 ناقص 7 دائما يبقى نفس الترتيب هنا المثال A و B عددان حقيقيان بحيث A زائد 4 أصغر من B هنا السؤال A زائد 4 أصغر من B لنبين أن A زائد 1 أصغر من أو يساوي B ناقص 3 هنا نلاحظ نقول الحالة الأولى المعطية عندنا في المعطيات A زائد B أصغر A زائد 4 أصغر من أو يساوي B وهنا علينا أن نبين أن A زائد 1 أصغر من B ناقص 3 نلاحظ عندنا في الجهة اليسرى A زائد 4 وفي المطلوب A زائد 1 كيف تصبح ننتقل من A زائد 4 إلى A زائد 1 كيف نضيف على حسب الخاصية نضيف ناقص 3 نقول A زائد 4 زائد ناقص 3 أو A زائد 4 ناقص 3 وننقص 3 في الطرف الأيمن تصبح B ناقص 3 إذن تصبح A زائد 4 ناقص 3 أصغر من أو يساوي B ناقص 3 أضفنا ناقص 3 في اليسار وأضفنا ناقص 3 في اليمين إذن لدينا A زائد B A زائد B أصغر عفوا عفوا A زائد 4 أصغر من B يعني أن A زائد 4 ناقص 3 أصغر من أو يساوي B ناقص 3 وبالتالي أو A زائد 1 نحسب A زائد 1 أصغر من أو يساوي B ناقص 3 نذهب إلى الخاصية التالية A والسي والدي عفوا D والسي والبي وأ أعداد حقيقية إذا كان A أصغر من أو يساوي B والسي أصغر من أو يساوي D فإن A زائد سي أصغر من أو يساوي B زائد D نجمع طرفي العملية A زائد سي أصغر تبقى أصغر أو يساوي وبالسي أصغر من أو يساوي B زائد D مثال A زائد 3 أصغر من 3 A زائد 3 أصغر من أو يساوي 3 وبالسي أعداد حقيقيا بحيث B زائد 4 أصغر من أو يساوي جذر مباع 2 بحيث عندنا في المعطيات A زائد 3 أصغر من أو يساوي 3 وبالسي أصغر من أو يساوي جذر مباع 2 بي أن B زائد A زائد 7 أصغر من أو يساوي 3 زائد جذر مباع 2 نجمع طرفي المتراجحة هذه العملية A زائد 3 أصغر من أو يساوي 3 تسمى متراجحة نجمع طرفي المتراجحة نجمع هنا إذن A إذن B زائد 4 زائد A زائد 3 أصغر من أو يساوي جذر مباع 2 زائد 3 نعلم أن B زائد 4 أصغر من يساوي جذر مباع 2 وأزائد 3 أصغر من أو يساوي 3 نجمع بينهما بزايد أربعة زايد أزايد ثلاثة وفي الجيال المقابلة أو في اليسار أو في اليمين اجرم با إثنان زايد ثلاثة فتصبح أربعة زايد أزايد سبعة أصغر من أو ساوي اجرم با إثنان زايد ثلاثة هنا الخاصية التالية أ وك وبي أعداد حقيقية إذا كان A أصغر من أو يساوي B فإن A في K أصغر من B في K أصغر من أو يساوي B في K بحيث كموجب إذا كان كموجب عندنا متراجحة ضربنا في نفس العدد في الطرفي المتراجحة إذا كان هذا العدد موجب فلا نغير الترتيب إذا كان عندنا أكبر تبقى أكبر وإذا كان عندنا أصغر تبقى أصغر إذن A أصغر من أو يساوي B فإن A في K أصغر من أو يساوي B في K بقي عندنا نفس الترتيب الذي هو أصغر نذهب إلى الحالة الثانية A إذا كان A أصغر من أو يساوي B وK سالب يعني K أصغر من أو يساوي 0 فإن A في K أكبر من B في K تغير الترتيب تغير الترتيب عندنا عشرة أكبر أو عشرة أصغر من عشرون عشرة أصغر من عشرون عشرة في ناقص واحد عشرة في ناقص واحد عندنا عفوا عشرة أصغر من عشرون عشرة أصغر من عشرون فإن عشرة في ناقص واحد أكبر من عشرون في ناقص واحد يعني تصبح ناقص عشرة أكبر من ناقص عشرون نذهب إلى المثال A و B عددان جدريان بحيث A أكبر من أو يساوي أربعة على ثلاثة و B أكبر من أو يساوي جربعة ثلاثة لنستنتج أن ناقص اثنانة B و ثلاثة A نستنتجه ناقص اثنانة B و ثلاثة A ناقص اثنان إذا كان إذن إذن ثلاثة A أصغر من أو يساوي أربعة أكبر من أو يساوي أربعة لدينا لدينا A في ثلاثة أكبر من أو يساوي أربعة على ثلاثة في ثلاثة ضربنا في نفس العدد الموجب في طرفي المتساوية فتصبح ثلاثة A أكبر من أو يساوي ثلاثة في أربعة على ثلاثة أكبر من أو يساوي أربعة هنا ناقص اثنان B ناقص اثنان B أصغر من أو يساوي ناقص اثنان جربعة ثلاثة إذن نكمل في المثل الأول علينا أن نبين ثلاثة A عندنا A أكبر من أو يساوي أربعة على ثلاثة نضرب A في ثلاثة وفي المقابل في اليمين نضرب أربعة على ثلاثة في ثلاثة فتصبح وما أن تلاتة موجب فتصبح عندنا تلاتة A أكبر من أو يساوي ثلاثة في أربعة على ثلاثة وهي أربعة إذن تلاتة A أكبر من أو يساوي أربعة في المثال الثاني عندنا B أكبر من أو يساوي 3 B أكبر من أو يساوي أجربة 3 نحن نستنتج نريد أن نستنتج نقص 2 B إذن نضرب هذا B أكبر من أو يساوي 3 في نقص 2 في طرفي المتراجحة إذن B في نقص 2 فيتغير الترتيب في الأول كان الترتيب B أكبر من أو يساوي 3 بعHHH 3. ولما ضربنا في ناقيس أثنان أصبح الترتيب أصغر من أو يساوي. نلاحظ أكبر من أو يساوي أصغر من أو يساوي. إذن بي في ناقيس أثنان أصغر من يساوي جرنبعة 3 في ناقيس اثنان. وبالتالي تصبح عندنا ناقيس اثنان بي أصغر من يساوي اثنان جرنبعة ثلاثة. هنا نذهب إلى التأطير. عندنا ع تي واز ز وإي اس White خاصي اهزة بحيث بي محصور ما بين الزيد والتي وآ محصور ما بين إكس وإجريك وإكس زائد وإكس زائد زيد عفواً وآ زائد بي نحسب آ في الوسط زائد بي في الوسط ثم نجمع بين طرفي المتراجحة فتصبح إكس زائد زائد وآ زائد بي وإجريك زائد تي فتصبح أن آ زائد بي محصور ما بين إكس زائد زيد وإجريك زائد تي مثال إجريك وإكس عددنا حقيقياً بحيث إجريك محصور ما بين ناقص أربعة وناقص ثلاثة على اتنان وإكس محصور ما بين واحد وزر مبع خمسة نحطر إكس زائد إجريك نجمع إكس زائد إجريك ونجمع طرفي المتراجحة فتصبح لدينا هذه فتصبح إكس زائد إجريك وطرفي المتراجحة واحد زائد ناقص أربعة في اليسار ووجد نبع خمسة زائد ناقص ثلاثة في اليمين فتصبح على هذا الشكل نذهب إلى الخاصية الثانية A و Y و X عدد حقيقياً بحيث A محصور ما بين X و Y وناقص A محصور ما بين ناقص Y وناقص X هذه خاصية تدل على إذا ضربنا في ناقص واحد إذا ضربنا في عدد سالب إذا ضربنا في عدد سالب نغير الترتيب كان عندنا في الأول X أصغر من أو سوي A و A أصغر من أو سوي Y فلما ضربنا في ناقص واحد فأصبحت ناقص A سواء هناك نغير الترتيب فنمر من الأصغر إلى الأكبر أو نترك نفس الترتيب ونغير أماكن الأعداد كان عندنا X في اليسار فأصبح في اليمين وكان عندنا Y في اليمين فأصبح في اليسار فأصبحت ناقص A محصور ما بين ناقص Y في اليمين وناقص X في اليسار مثال X عادل حقيقياً بحيث X محصور ما بين جدر مبعاً 3 و 4 لنؤثر ناقص X إما نغير الترتيب فتصبح عندنا ناقص جدر مبعاً 3 أكبر من أو يساوي ناقص X أكبر من أو يساوي 4 أو نغير ترتيب الأعداد تصبح ناقص 4 التي كانت في اليسار نترك نفس الترتيب أصغر من أو يساوي ناقص X أصغر من أو يساوي ناقص جدر مبعاً 3 التي كانت في اليسار أصبحت في اليمين الخاصية الثالثة A والT وX وY A والT والZ وY وX وB الحقيقية بحيث A محصورة ما بين X وY Z محصورة ما بين B عفوا وB محصورة ما بين Z والT إذن إذا جمعنا أو إذا قمنا بالطرح ما بين A وB A ناقص B فإن X ناقص T أصغر من أو يساوي A ناقص B أصغر من يساوي Y ناقص Z عفوا هنا خطأ في الكتابة في الخاصية الخاصية يعني A ناقص B أصغر من أو يساوي هنا كاتبين Y ناقص Z عفوا فتصبح Y ناقص T Y الموجودة في اليمين A مع T الموجودة في يمين B إذن تصبح A ناقص B أصغر من أو يساوي Y ناقص T وفي اليسار X ناقص Z نأخذ مثال Y و X عدنا حقيقيا بحيث ناقص أربعة أصغر من أو يساوي Y أصغر من أو يساوي ناقص ثلاثة على اثنان و X محصور ما بين واحد وخمسة على اثنان لنؤثر X لنؤثر Y ناقص X لنؤثر Y ناقص X هنا نؤثر Y ناقص X نؤثر أولا ناقص X عندنا X محصور ما بين واحد وخمسة على اثنان إذن ناقص X نترك نفس الترتيب ونغير مكان الأعداد الذي كان في اليسار يصبح في اليمين والذي كان في اليمين يصبح في اليسار ونضرف ناقص واحد إذن تصبح هكذا ناقص خمسة على اثنان أصغر من أو يساوي ناقص X أصغر من أو يساوي ناقص واحد إذن نؤثر Y زائد ناقص X Y زائد ناقص X هي Y ناقص X هي التي يريد تطيرها يعني أن ونجمع بين طرفي طرفي المتراجحة فتصبح Y زائد ناقص X نأخذ ناقص 4 التي هي تخص Y زائد ناقص 5 على 2 التي تخص ناقص X والعكس في اليمين